لا هدف دهب وعاه مشاركة ضعيفة بدى عليها المنتخب اليمني الذي خاض مشواره الرياضي لأول مرة منذ عقود في بطولة كأس آسيا التي نظمت في دولة الإمارات ثلاث مباريات خاضها المنتخب الوطني ولم يخرج منها بغير الهزائم عشرة أهداف في شباكه وصفر في شباك خصومه إخفاق قسم جمهور المنتخب إلى نصفين فمنهم من حمل أسبابه للاتحاد الذي يرأسه منذ سنوات عديدة تاجر النفط أحمد العيسي وكذلك وزارة الشباب والرياضة التقصير من جانبهما في تجهيز المنتخب لمثل هكذا بطولات وعدم الاهتمام باللاعبين من خلال صرف مستحقات وعدم تعيين مدربين أكفاء يساعدون على رفع كفاءتهم وجاهزيتهم بالإضافة إلى توقف الدور المحلي بسبب الحرب أما النصف الآخر من الجمهور فقد حمل لاعبي المنتخب كل أسباب هذا الفشل بشكل رئيس ورغم انقسام الجمهور في تحميل أسباب الإخفاق إلا أنهم اشتركوا في حمل خيبة الأمل التي علقوها على المنتخب في هذه البطولة يعيد آخرون أسباب الإخفاق إلى تواجد المنتخب ضمن مجموعة تضم منتخبات قوية هي الإيراني والعراقي والفيتنامي الذين يسبقون تصنيف المنتخب اليمني بعدة خانات على قائمة تصنيف المنتخبات في قائمة الفيفا لكن هذا السبب لا يعد كافيا أو مقنعا لدى الكثير كون الهزائم التي تلقاها المنتخب الوطني من المنتخبات المذكورة كانت مرة وقاسية إذ استقبلت شباكو خمسة أهداف نظيفة ثلاثة منها كانت في النصف الساعة الأولى من المباراة الأولى له المباريات التالية لم تكن أقل مرارة على المنتخب اليمني وجمهوره من المباراة الأولى اتلقى ثلاثة أهداف من المنتخب العراقي ثم هدفين بركلات ثابتة من المنتخب الفيتنامي ليعود المنتخب الوطني كما ذهب خالي اليدين إلا من حقائب اللاعبين وخيبة أملهم ترجمة نانسي قنقر